السيبرتائي مع ياسر تلطيف اجتماعي لأزمة الفقراء لكن مش نظام اقتصادي فإذا حلول مشاكلنا في المستقبل وبالتالي لابد نشرح التاريخ تشريح كويس ودقيق في مؤشر مهم جدا إطار وملف مهم يكون في زيننا ونحن بنتعامل مع التاريخ فرق يا أستاذ ويا قبلة فرق بين التاريخ والذاكرة التاريخية التاريخ كمادة خام يستند على أرقام وحقائق وأثار وقائع نقول والله مثلا الحضارة المصرية عندها أقدم بناء حجري في المكان الفلاني والعمر الكربوني لهذا البناء بيؤكد هذه السيرة العصر التبشيري العصر الحجري العصر البرونزي تقسيمات تاريخية تعتمد على حقائق إنما الزاكرة التاريخية لا الزاكرة التاريخية بتبنى وتخضع للحزف والإضافة عشان نبني زاكرة للمجتمع يعني مثلا لما نجي نتكلم عن التاريخ المصري بنركز على انتصار حرب أكتوبر العجلة الحربية بتاعت أحمس وبنهمل شوية لانكسارات يعني مثلا حرب سبعة وستين في التاريخ عندنا بنعديها في الكتب لكن تلاتة وسبعين بنغني لها وعملنا أنشيد وشديا بيتغني وكل عمال بيغني على هذه الحرب لأنها تمثل نقطة ارتكاز للأمة المصرية فيه فرق من الزاكرة والتاريخ فبالتالي الزاكرة بننتقي من التاريخ ما يناسب الوقت الحالي وبنحزف ما لا نحتاج ألا نعرضه للناس حتى لا ينكسروا فالزاكرة مرتبطة بالهوية بتصنع عشان نشكل هوية للمجتمعات الزاكرة عطفية أي معلنا تربطك بهذا التاريخ يعني مثلا قبل حرب سبعة وستين ومرحلة ناصرية خلي السلاح صاحي وعبد الحالي محفظ بيغني ومكلثون بيتغني ودخلين في حالة من الشحن الوطني بالغناء ضخم جدا عشان نبني زاكرة تجعل الأمة تجعل المصريين متماسكين فإذن الزاكرة التاريخية غير التاريخ الزاكرة بننتقي من التاريخ بتقبل الحاسف والإضافة ما تقوم به هوليود في أمريكا من السينما مش بتقدم تاريخ أمريكي هي بتقدم صورة أمريكا للعالم عبر شيء من الخيال وشيء من الواقع ما تقوم به بليود في الهند مع شرخان وبيقدم صورة عن الهند لترسم في عقود العالم وليس عن واقع الهند الموجود أو حتى عن جزء من تاريخها الموجود فرأ بين الزاكرة والتاريخ الزاكرة تقبل الخيال تقبل أنك تحط بهارات على الوقاعة التاريخية لكن التاريخ بيخضع لدرسات وإلى حقائق وبالتالي لما تقرأ ولما تقرأ كتب التاريخ فرأ أنت بتقرأ ذاكرة تاريخية ولا بتقرأه في كتب التاريخ الزاكرة التاريخية تدخل في المنائج تدخل في الأفلام تدخل في الأغاني الوطنية تدخل في المشاهد السينمائية لكن التاريخ وحقائقه ربما يكون يحتاج إلى مختبرات أخرى مقبول يكون تفكير المواطن حسب الزاكرة عشان يحس بالانتماء الوطني لكن الباحثين والخبراء اللي زي حضرتكم محتاجين يعرفوا أدواءنا التاريخية عيوبنا التاريخية بجوار أيضاً الزاكرة التاريخية في فرق كبير بين الزاكرة والتاريخ المعلومات بتاع التاريخ مش كافية فقط محتاجين نعرف الفرق بين الزاكرة وبين التاريخ وكده أعتقد نكون كم منا مع بعض الفكرة بتاعة الزاكرة والتاريخ وملفات التاريخ الكابت والحافز إلى آخره وشاكل لوقتكم ولو عجبتكم الحلقة تعملوا ليك ثم شير وشكر لوقتكم